الحصاد من قناة الفلوج بعداً إلى القانون القضاء يساند الكاظم وصالح في إطلاق مبادرة لحل الأزمة وتشكيل الحكومة بعد دقائق من كلمة الصدر الإطار التنسيقي يجتمع في منزل الحكيم مباحثات لتنظيم الموقف القادم من ساحة التحرير صرخات محاسبة القتل تصدح من أفواه أمهاتي شهداء تشرين لن نسكت حتى استرداد الحقوق العراق يستأنف رحلات عودة العلقين في بيلاروسيا والكاظم يتواصل مع نظيره البولندي لإنهاء معاناة المهاجرين البداية سياسياً إذ حدد زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر للقوى السياسية الخاسرة بالانتخابات خمسة شروط لقاء المشاركة في الحكومة المقبلة ودعا إلى تصفية الحجد الشعب من عناصر غير المنضبطة وأحل الفصائل المسلحة دفعة واحدة ومحاسبة من عليه شبهات فساد وأحصر التواصل مع الجهات الخارجية عبر الجهات الرسمية فقط تلك الانتخابات التي شهد العالم بنزاهتها أولاً لا ينبغي أن تكون خسارتكم مقدمة لإنهاء وخراب العملية الديمقراطية في حال أردتم الاشتراك بتشكيل الحكومة فعليكم بما يلي واحد محاسبة المنتمين لكم ممن عليهم شبهات فساد شبهات فساد وتسليمهم إلى القضاء النزيح اثنين تصفية الحشب الشعبي المجاهد من العناصر الغير منضبطة وعدم زج اسمه وعنوانه في السياسة ثلاثة قطع كل العلاقات الخارجية بما يحفظ للعراق الحبيب هيبته واستقلاله إلا من خلال الجهات الدبلوماسية والرسمية أربعة حل الفصائل المسلحة أجمع حل الفصائل المسلحة أجمع ودفعة واحدة وتسليم سلاحها كمرحلة أولى إلى الحشد الشعبي عن طريق قائد القوات المسلحة وقال الصدر أيضا خلال كلمته إن قوة المذهب لا تكون بفرض القوة والخلافات الطائفية مبينا أن ما يحدث في الموصل باسم الجهاد يجب أن يوضع حد له بحسب ما عبر في كلمته المتلفزة اعلموا أن قوة المذهب لا تكون بفرض القوة والخلافات الطائفية وما يحدث في الموصل الجريحة باسم الجهاد أمر لا بد من وابع حد سريع له هذا ودعا السيد الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية وشدد على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة وعدم إخضاعها للتسويف الخيارات الوحيدة هي كشخص يعني كجهة أما أنه حكومة أغلبية وطنية وأما معارضة وطنية يعني مفروض أكون سقف بس ما يضغط عليهم بأيام قليلة لكن أيضا الشعب يتطلع وقد انتخب وصوت في الأثناء تعتزم قوى الإطار التنسيقي عقد اجتماع مهم مساء اليوم الخميس في منزل زعيم تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع مبادرة الحكيم وآخر تطورات الطعون في نتائج الانتخابات كما سيتطرق إلى ما جاء في خطاب زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر ومن المرجح مشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت في الاجتماع في استياق ذاته بحث كلهم من رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان إطلاق مبادرة للقوى الوطنية بناء على وثيقة تتضمن مبادئة أساسية لحل الأزمة الراهنة والانطلاق نحو الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد بتشكيل حكومة فاعلة تحمل مصالح العليا وتستجيب للتحديات والاستحقاقات الوطنية وذكر بيان أن المجتمعين أكدوا على ضرورة تعزيز السلم الأهلي والمجتمعي وحماية المسار الديمقراطي والالتزام بالسياقات القانونية والدستورية كما أشاروا إلى ضرورة حسم الشكاوى والطعون الانتخابية وفق القانون وباعتبار ذلك أساسا في معالجة المسائل المتعلقة بالانتخابات وبما يعزز الثقة في العملية الانتخابية وأن تكون مخرجات الانتخابات قانونية ودستورية هذا واستقبل رئيس الجمهورية برهم صالح في قصر بغداد الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاس خارت وجرى خلال اللقاء تأكيد حماية الاستقرار ودعم جهود العراق في تعزيز أمنه واستقراره والعمل على تمتين عوضاعه الاقتصادية وجهود التنمية إلى جانب بحث ملف الانتخابات والنظر في الطعون والشكاوى الانتخابية المكفولة التي تقرها اللوائح القانونية والانتخابية وحسمها وفق السياقات القضائية والمهنية وبشفافية عالية لتعزيز الثقة في العملية الانتخابية وتشكيل حكومة فاعلة تلبي حقوق وتطلعات العراقيين إذن مشاهدين ينضموا معنا الآن القيادي في تحالف النصر السيد سلام الزبيدي أهلا بك سيد سلام إذن يعني تابعتم كلمة السيد مقدس الدر اليوم ووضع شروط للمشاركة في الحكومة كيف تنظرون إلى هذه الشروط نعم مساء الخير عليكم ومن خلالكم على مشاهديكم الأكارم أنا أعتقد أنه الخطاب السيد مقتدى الصدر اليوم قد يكون هو رد على مبادرة السيد عمار الحكيم اللي طرحها قبل هيام وأوضح بيها أن اليوم موضوع الاستحقاق الانتخابي والنتائج اللي حصل عليها التيار الصديق قد تكون هي استحقاق ونتائج جيدة ونتائج تعتبر في نظرة الكتلة الصدرية أنها قد تكون انتخابات نزيهة أو انتخابات حققت أدنى مستوى من المقبولية وبالتالي كانت هي رسالة موجهة إلى المعترضون على النتائج بأنه ممكن أنه تشكيل الحكومة يتم من خلال الذهاب مع مشروع الكتلة الصدرية في بناء الدولة أو الحكومة أما في حال أنه الطرف الآخر يريد أن يشكل الحكومة هذا بيان يعني الخطاب للسيد مقتد الصدر أنه ممكن أنه هناك شروط معينة في حال أنه الكتلة الصدرية تذهب إلى المعارضة الطرف الآخر يجب أن يتبنى عدة شروط وضعها في خطابه لتشكيل الحكومة المقبلة أنا أعتقد هي بالتالي هذه التصريحات وهذا التصعيد الإعلامي ما راح يقدم العملية السياسية ولا العملية الانتخابية هناك معترضون على النتائج ولديهم أدلة دامغة بالخروقات التي حصلت وهناك أيضا استحقاق انتخابي وهذا من حقهم أكيد الكتلة الصدرية وجميع القوى التي حصلت على مقاعد من حقها ندافع عن استحقاق انتخابي ولكن يجب أن يكون هناك مخارج لفك الانسداد السياسي وأعتقد كل المبادرات في هذا الإطار هي من شأنها أن تخفض التوتر وتدعو إلى حوار وطني في أخذ الجميع استحقاقها نعم يعني ربما هذه الشروط التي وضعها السيد الصدر ربما قد يستجب لها بعض من القوى داخل الإطار التنسيقي والبعض الآخر ربما لا تنسجم معه هل من الممكن أن يكون ربما هناك تشضي للإطار التنسيقي يعني ما بعد الخطاب يعني تعرفين اليوم سيدة الكريمة الإطار التنسيقي هو ليس تحالفا انتخابيا لتشكيل الكتلة الأكبر رغم أنه ممكن أنه يتطور بتشكيل تحالف ولكن هو وجد من أجل الخروج من تداعيات أزمة النتائج وبالتالي جميع هم يعني يشعرون بالضرر الكبير نتيجة الخروقات التي حصلت بالنتائج الانتخابات أو أعلان النتائج وبالتالي الهدف هو أن يكون هناك عدالة وشفافية ونزاها في مخرجات العملية الانتخابية وأن يدفع الإطار التنسيقي المفوضية بأن تعيد إجراءاتها من أجل إعادة الحق لأصحابها وإصار رسالة لكل المعترضين ولكل القوى السياسية والشارع رسالة أطمئنام بأن مخرجات العملية الانتخابية هي استحقاق وهي أنصاف للجميع وبالتالي أعتقد ممكن أن نتحدث عن تحالفات في حال الإعلان النهائي عن النتائج والرضى عن هذه النتائج وبالتالي ممكن أن نتوقع من سيبقى بالإطار التنسيقي الشيعي ومن سيذهب بالخيار الآخر بالنتيجة الإطار التنسيقي الشيعي هو حل لتذويب جليد الأزمة وهو حل لتهديئة الأمور وهو حل لتقريب وجهات النظر بين الجميع كل شيء وارد أعتقد أنه أيهاً يعني ربما بعد دقاق من كلمة السيدة صدر ربما هناك اجتماع يعني للإطار التنسيقي في منزل اجتماع نعم نعم أحدثني عن سيد عمار الحقيق نعم هذا الاجتماع حقيقة هو يعني كانت هناك جولة لسيد عمار الحكيم يعني اليوم كان في أقليم كردستان وكان لقاء مع الزعيم الكردي السيد مسعود برزاني تحدث عن فحو المبادرة وآلياتها ومن هم الأطراف اللي يجلسون على الطاولة لحل حلة الأمور وفك الانغلاق السياسي أو الانسداد السياسي والخروج بتفاهمات تفضي بأن يرفع كل الفيتوات عن الكتل السياسية أو الخصومات اللي موجودة داخل الكتل السياسية وداخل البيت الشيعي تحديدا من أجل الوصول إلى صيخ لبناء حكومة وطنية قادرة على أن تستجيب لكل تحديات المرحلة المقبلة وأن تعالج كل الأخطاء السابقة وبالتالي أعتقد أن المبادرة قد تكون جيدة بنيتها السليمة أما من يريد أن يقراها بصورة أخرى فأكيد هناك من يتخوف من هذه المبادرة بأنها انقلاب على الانتخابات أو انقلاب على الاستحقاق الانتخابي أبدا هي مبادرة للمب كل الأطراف المترامية وجمعهم تحت طاولة واحدة للخروج بتفاهمات تدعو إلى تشكيل حكومة حقيقية أيضا بمقابل ذلك هناك اجتماع للرئاسات وأيضا هناك مبادرة أطلقت لحل الأزمة وتشكيل الحكومة ماذا بشأنها أيضا؟ نعم أنا بس أريد أن أضيف أنه أيضا ممكن أن يناقش الإطار التنسيقي الشيعي الخطاب السيد مقتد الصدر اللي حقيقة قبل ساعات من الآن يعني ممكن أنه أيضا يكون المناقشة بكل الأطراف للصياغ والنقاط التي جاءت في خطاب السيد مقتد الصدر والوصول إلى حلول ترضي كل الأطراف وتقرب وجهات النظر نعم الرئاسات الثلاثة هي مسؤولة بشكل كامل على أن يكون هناك اجتماعات مكثفة للوصول إلى تفاهمات واجتماعات مع كل الأطراف على اعتبار أن الرئاسات الثلاثة هي من تملك السلطة ومن تملك القرار وهي من ترسم السياسة العليا وبالتالي أعتقد كل هذه الاجتماعات ممكن أن تصب بمحور واحد إلى هو الخروج من تداعيات الأزمة الكبيرة لنتائج الانتخابات وأيضا إصار رسائل تطمين إلى الشارع الذي يخشى أن تكون هذه النزاعات هي بداية أتون لحرب أهلية أو انشقاقات داخل المكون الواحد ثم نسمح للأجندات والطرف الآخر بالتدخل وتأزيم العملية السياسية بالنتيجة الكل أمام مسألة تضامنية للخروج من نفق هذه الأزمة والذهاب إلى الاستحقاق الانتخابي الحقيقي لتشكيل حكومة وطنية إذن القيادي في تحالف النصر السيد سلامة زبيدي كنت معنا شكرا جزيلا لك على هذه الإضاحات وصف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الانتخابات العراقية بالإنجاز المهم فيما نبه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى المؤامرات وفق ما تداوله الإعلام الرسمي الإيراني نعم وشدد رئيسي من خلال اتصال هاتفي مع الكاظمي على أهمية العلاقات التاريخية والوثيقة بين البلدين لافتا لأن أعداء شعوب المنطقة لا يريدون الأمن والاستقرار والتقدم للشعب العراقي لذلك يجب على الجميع أن ينتبهوا لا مثل هذه المؤامرات من جانبه أعرب الكاظمي عن تقديره دعم إيران لشعب العراق في غضون ذلك ذكر قائد القيادة المركزية في القوات الأمريكية كينث ماكينزي أن إيران أغرقت الأنترنت بمعلومات مضللة عن الانتخابات العراقية الأخيرة وضف ماكينزي خلال مشاركته في الندوة السنوية العربية الأمريكية لصناع السياسات أن طهران حاولت ترهيب الناخبين العراقيين لتحويل العراق إلى عميل إيراني مشيرا إلى أنها وجهت فصائلها للاحتجاج على النتائج بعنف في بعض الأحيان وبين ماكينزي أن تلك المحاولات الضعيفة تظهر محدودية نفوذ إيران في العراق لذا لجأت الفصائل أخيرا لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء بحسب قوله بعد كل انتخابات تصاب البلاد بشلل نتيجة الأزمات السياسية فتشهد الخدمات تدهورا أكبر وتعلق مشاريع وتتلكأ أخرى ويتكرر السيناريو في كل أزمة سياسية تجري سيناريو يتكرر بعد كل انتخابات حيث تظهر مشكلات سياسية تعطل مصالح الشعب العراقي تحديدا ما يخص تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية الرئاسات العراقية الثلاث الأمر الذي لطالما استغرق أشهر عدة لتبدو الحاجة اليوم أكثر إلحاحا على انطلاق مبادرة وطنية لحل حالة هذا الانسداد والعمل على بلورة معادلة حلول مرحلية ومستقبلية نعاني من تأخير تشكيل الحكومة وتدرى تشكيل الحكومة تعكس على الشارع العراق بصورة عامة وبصورة خاصة الشارع الأنباري يعني بشغلة التعينات والخدمات فإحنا كل سنة أو كل أربع سنة نعاني بتأخير تشكيل الحكومة فنطالب بإسراع تشكيل الحكومة لتوفير الخدمات وتوفير التعينات والأمن للبلاد أهالي المناطق المحررة طالبوا بإنهاء حالة الانسداد السياسي والإسراع بتشكيل الحكومة واستثمار حالة الانتعاش في أسعار النفط للنهوض بواقع المناطق المحررة حيث تتمتع هذه المناطق بمواد أولية وتربة خصبة ناهيك عن اليد العاملة التي ستصب وارداتها في مصلحة العراق والمحافظات المحررة محافظة الانبار تتوفر بها كل الغضايا مال الاستثمار تربة حلوة معمل فوسفات بيها معمل غاز موجود كلها موجودة في محافظة الانبار يصير استثمار ويفيد هذا البلد الشعب العراق كلها يفيدها ليس فقط الانبار دعوة الشارعي إلى الإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة في أقرب وقت ممكن على أسس صحيحة لمواجهة الفساد وتلبية مطالب المواطنين المحتجين على سوء الخدمات الأساسية لقناة الفلوجة إدريس يحيى للمزيد ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية الدكتور ليث الزبيدي مرحبا بك دكتور ليث قبل أن أخوض في خطاب ونقاط الصدر التي طرحها يبدو أنه لا يزال مصرا على تشكيل حكومة أغلبية وطنية في ظل تداخل هذه المفاهيم ما معنى أغلبية وطنية هل سنكون أمام معسكرين نيابيين مثلا؟ شكرا جزيلا طبعا فيما يتعلق بالأغلبية السياسية والأغلبية الوطنية التي تشكل من الكتل النيابية الأكثر وعددا في مجلس النواب أي بعد انعقاد مجلس النواب أي المادة 76 من الدستور أكدت على أن رئيس الجمهورية يرشح مرشح الكتلة النيابية الأكثر وعددا لتشكيل الحكومة لحد الآن لم تتشكل الكتلة النيابية الأكثر وعددا لأن التيار الصدري صحيح هو الفائز بالانتخابات لكن الدستور لم يقل الفائز بالانتخابات هو الذي يشكل الكتلة النيابية الأكثر وعددا وإنما المطلوب 165 نائبا حتى يصوتون على الحكومة وتكون هناك نسميها بالأغلبية المطلقة فإذا هذا لم يتحقق لحد الآن فإذا لا بد أن يكون هناك تفاهمات ولقاءات ومفاوضات ما بين الكتل والأحزاب السياسية حتى يصلون إلى هذا العدد ويكونون الكتلة الأكثر عددا في مجلس النواب وطبعا التيار الصدري يعمل جاهدا منذ خروج نتائج الانتخابات ولم يتم التصديق عليها لحد الآن لكن بدأت التفاهمات أن يسميها الأولية مع تقدم ومع الديمقراطي الكردستاني من أجل تقوين الكتلة النيابية الأكثر وعددا لكن التقدم والديمقراطي الكردستاني أكدوا على التيار الصدري على نقطة أساسية يجب اتفاق الكتل الشيعية على مرشح لرئيس الوزراء عليكم أن تتفقوا فيما بينكم قبل الوصول أو قبل التفاهمات مع التيارات الأخرى الكردية والسنية لكن لحد الآن التيارات الشيعية نقطة أمه إلى اتجاهين الإطار التنسيقي والتيار الصدري لحد الآن لم يتم التفاهم معهم أو بينهم أيضا بنفس الوقت خطاب السيد مقتدى الصدر هذا اليوم أنا في اعتقاده هي رسالة موجهة للإطار التنسيقي لعملية ترتيب أمورهم قبل الانضمام إلى الوزارة التوافقية معنى ذلك أن الوزارة المقبلة سوف لا تقوم بوزارة أكثرية سيديت كيف سيتقبل الإطار هذه الكلمة خصوصا فيما يتعلق بحل الفصائل طبعا الإطار التنسيقي سوف لا يقبل بهذه أن يسمي المطالب أو الشروط التي وضعها السيد مقتدى الصدر لماذا؟ لأن كما نعرف في الإطار التنسيقي هناك سميه فصائل وأحزاب مختلفة فقسم منها لا يقبل بهذه الشروط بحل نفسه أو بحل فصائله وتسليم سلاحه وإلى آخره فذلك أعتقد سوف لا يكون هناك اتفاق أو تفاهم إلا إذا تدخل العقلاء والحكماء في هذا الجانب وتم تقريب وجهات النظر لكن لحد الآن لم يتحرك أحد لماذا؟ لأن الخطاب ما زال في اليوم الأول ربما في الأيام القادمة تكون هناك تحركات من قبل عقلاء وحكماء التيار الشيعي لتقريب وجهات النظر قبل أن تكون هذه الوجهات متضاربة أو متصارعة طيب لو تحدثنا بشكل صريح فالقانون العراقي أو الدستور يرفض دخول أي فصيل مسلح داخل الحكومة أو داخل البرلمان يعني مطالب الصدر اليوم هي مطالب دستورية لماذا لن يقبل بها الإطار التنسيقي لو كان يريد الذهاب إلى حكومة وطنية تخدم هذا الشعب؟ طبعا هو يعني يسميها من مفوضية الأحزاب الأحزاب السياسية كيف أعطى الترخيص لهذه الأحزاب ينبلل فيه نسميه قانون الأحزاب السياسية اللي صدر في العراق أكد على أن يجب أن لا تكون هذه الفصائل لا عنصرية لا طائفية وأيضا لا تمتلك فصيلا مسلحا أو قواتا مسلحة لكن تم الموافقة على كل الأحزاب العنصرية والطائفية وكذلك التي تمتلك فصائل فإذن هو الخلل أن يسميه من فوضية الأحزاب وفوضية الانتخابات التي قبلت دخول هؤلاء إلى الانتخابات كيف قبلتهم وقبلت هذه الأحزاب؟ إذن هذا هو الخلل أن يسميه وليس بعد خروج النتائج النتائج خرجت وحصل كل فصيل من هذه الفصائل أو الأحزاب التي تمتلك فصيل بعدين النقطة المهمة كل الأحزاب والكتل والفصائل في العراق تمتلك فصيلا مسلحا من الذي لا يمتلك فصيلا مسلحا؟ سواء كانت أحزابا شيعية أو كردية أو سنية الكل يمتلك فصائل مسلحة فإذن لماذا على طرف تطبق القوانين ولا تطبق على الطرف الآخر؟ إذا أردنا أن نطبق القانون فإذن القانون يسري على الجميع هذا هو الخلل الموجود عندنا في العراق منذ 2003 لحد الوقت الحاضر وهو عدم تطبيق القانون ولذلك الكل يطالب بدولة القانون لماذا يطالب بدولة القانون؟ حتى تكون هناك دولة مؤسسات دولة احترام لهذه القوانين يعني الكل يطالب فيها لكن الكل كما ذكرت يمتلك فصائل مسلحة لو ننتقل إلى اجتماع الإطار التنسيقي نحن نترقب بيانا مهما من الإطار خاصة بعد الخطاب الذي ألقاه الصدر عصر اليوم هل ترى أن الإطار التنسيقي سيخرج ببيان مهم خاصة لو تحدثنا أن هذا الإطار ليس كلهم خاسرون فيهم من فاز بهذه الانتخابات بمقاعد كثيرة طبعا أنا أعتقد ليس هناك خاسر في هذه الانتخابات لماذا؟ لأن الكل فائز والكل موجود تحت قبة البرلمان فلكن أنا أسمي المقاعد التي حصلوا عليها ليست وفق طموحاتهم كلنا نعرف أن كل حزب يريد من طموحاته أن يحصل على مقاعد كثيرة لكن لم تأتي مثل ما يقنون الرياح بما تشتهي السفن لذلك كانت مقاعدهم أقل فإذا لكنهم فائزون وليس خاسرون لماذا؟ لأنهم تحت قبة البرلمان وسوف يشاركون أيضا في الحكومة والوزارة القادمة لماذا؟ لأن العملية السياسية الموجودة في العراق منذ 2005 حتى الوقت الحاضر هي عملية توافقية كل الحكومات التي حكومات الأربع السابقة تشكلت من مجالس النواب الأربع السابقة كلها كانت حكومات توافقية والكل كان يمتلك وزارات وكذلك باختصار شديد دكتور ليك ومدرع عامين وإلى آخرين وقتي نفذ باختصار شديد هل تتوقع بأن الحكومة المقبلة ستتشكل توافقيا أم أغلبية؟ طبعا أنا في اعتقادي سوف تكون توافقية لماذا؟ لأنها ضمن هذه العملية السياسية التي تأسست منذ 2006 حتى الوقت الحاضر ولذلك سوف لا تخرج عن ذلك صحيح هناك مطالب بتكوين أن يسميها وزارة أغلبية سياسية وأغلبية وطنية لكن هذا من الصعب تحقيقه في الوقت الحاضر لماذا من الصعب؟ لأن لا يوجد لدينا ثقافة معارضة أو ثقافة ديمقراطية حتى الأحزاب التي تطالب بهذه الأغلبية السياسية ليس لديها ديمقراطية في داخل أحزابها وأنه مع كله عن يسميها أحزاب عذرا للمقاطعة لضيق الوقت سادة العلوم السياسية الدكتور ليث الزبيدي شكرا جزيلا على هذه المداخلة الأخبار مستمرة وعن انتفاضة تشرين التي لم تنطف شرارتها حتى اللحظة في صدور أمهات شهداء الذين سقطوا واحدا تلو آخر خلال حراك البحث عن وطن بلا فساد ومحسوبية أو محاصصة طائفية حيث خرجت الأمهات بتظاهرات في ساحات التحرير وسط العاصمة للمطالبة بدماء أبنائهن الذين قتلوا بدم بارد وشددت أمهات الشهداء على ضرورة محاسبة قتلة أبنائهن بشكل خاص وأبناء العراق بشكل عام وتقديمهم إلى العدالة وهو ما يعيد للمرأة العراقية دورها الفاعل في المشهد العراقي من جهة والمشاركة في صياغة المطالب السياسية التي خرج لأجلها أولادهن من جهة أخرى هذا وأصدرت تم جمعة من أمهات متظاهري تشرين والناشطين بيانا يطالبن فيه بإنهاء الإفلات من العقاب وذلك خلال تظاهرة أمهات ساحة التحرير مشددة بعدم يستماح بمضي الجرائم الفضيعة التي حصدت أرواح أبنائهن دون عقاب صارم يمحو كل أثر لهذه الحقبة السوداء بحسب وصفهن أمهات وذوي الشهداء والمغيبين في العراق جئنا اليوم من كل مكان نحمل ذماء أبنائنا وبناتنا نحمل صورهم وأسماءهم وما تركوه فينا من حزن ولوعة لنقول إننا لن نستسلم ولن نساوم على حساب الحقيقة والعدالة ولن نسمح بأن تمضي الجرائم الفضيعة التي حصدت أرواح فلذات أكبادنا دون عقاب صارم يمحو كل أثر لهذه الفترة السوداء التي أخذت منا أعز ما نملك ولم تمنحنا سوى الخوف والفساد والخراب والموت وما يوحدنا هو مطلب الشهداء أنفسهم وجددت أمهات شهداء تشرين والناشطين مطالباتهن الحكومة والمجتمع الدولي بإنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة الجهات المتورطة بالانتهاكات والجرائم التي طالت أبناءهن من الناشطين والمتظاهرين أخوات الشهداء اليوم مقفته المراقية مطالبين من كشف عن قتلت أبنان الشهداء رسالتي لكل من تسول له نفسه في دين في محافظة كربلاء انطلقت في ساحة التربية وسط المحافظة تظاهرة أمهات الشهداء المطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين فيما شهدت التظاهر جراءات أمنية مشددة لحماية المحتجين ترجمة نانسي قنقر في محافظة بابل خرج العشرات من المحتجين في تظاهرات حاشدة للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين والفاسدين فضلا عن إرجاع نظام البديل للقوات الأمنية للدولة وإبعاث وهزين للمفسدين والدول المحادية للعراق إذن مستمرون بإذن الله متوكلون على الله إذن هذه المطالب سيد رئيس الوزراء سيد تصدر وسم أمهات ساحة التحرير ترند تويتر حيث غرد أكثر من أربعة آلاف شخص تحت هذا العنوان وحثوا على ضرورة مساندة أمهات شهداء انتفاضة تشرين التي راح ضحيتها نحو ثمانمائة متظاهر وكتب مغردون أن التاريخ يذكر الأمة المزارعة الأولى التي أخرجت الحضارة الأولى في بلاد وادي الرافدين واليوم الأمة نفسها تخرج العالم لتقود طريق العدالة فيما أشار آخرون إلى أن أمهات ساحة التحرير امتداد لثورة تشرين التي حاول الفاسدون والمجرمون وأدها في مهدها دعما لأمهات شهداء تشرين شارك العراقيون في تظاهرة أمهات ساحة التحرير مؤكدين استمرار تظاهرات تشرين حتى إنصاف عائلات الضحايا مطالبين الحكومة والقضاء والمجتمع الدولي بمحاسبة القتل اليوم وقفتنا الطالب بإنصاف دماء الشهداء العراق مليء بالشهداء حروب وسجون اغتيال سياسي قمع للحريات عقود طويلة والعراق فيه ضحايا وفيه جلادين لكننا لم نشهد يوما أن جلادين قدموا إلى العدالة بل كانت جلادون على الدوام هم زعماء الأمة وأبطال الأمة هم الرؤساء هم الحكام أما الضحايا فلا شيء يذكر لهم يبدو أن هذا المجتمع الدولي الذي يدعي الحضارة والحداثة ترك الشعب العراقي وسط الطريق حتى أرض الله وأرض العراق ضاقت بما رحبت من وساعة ضاقت على هؤلاء العراقيين وغادر ليبحث عن وطن آمن وذا بالنتيجة يعاقب من المجتمع الدولي ما بين بلاروسيا وبولندا ما الذي فعله العراق؟ أي قسمة مرة وأي قدر مشهوم الذي ندفع ثمن اليوم هذه العوائل اليوم صرخة لكل ضمير وطني صرخة لكل من يحمل الإنسانية أين محاكمكم الدولية؟ أكثر من 800 شهيد سالت دماؤهم على هذه الساحة وعلى ساحات العراق كافة مطالبين بحقوق أبسط حقوقهم تجاه هذا الوطن الوقفة هذا اليوم هي مطالبة مطالبة القضاء بأن يأخذ دورة بحيث أنه يكشف أنه عن قتلة المتظاهرين وأنه يحاسبهم حراك الأحتجاج يعود مرة أخرى إلى ساحة التحرير تفاصيل هذه الانطلاقة الجديدة مع الزميل عبد الرحمن النجار ما زال ملف إفلات المتورطين بقتل المتظاهرين والناشطين في العراق يدور ضمن حلقة التسويف والمماطنة رغم تحركات القضاء الأخيرة والتي أدت إلى الاقتصاص من قتلة الصحفيين اثنين في البصرة وعدد من الناشطين في مختلف مناطق العراق وبالتزامن مع حراك أمهات شهداء تشرين أبدت أوساط حقوقية استغرابها من اللقاءات التي تعقدها أطراف أممية مع جهات عراقية متهمة بعملية قمع الأحتجاجات السهمية ورغم تباين إحصاءات أعداد ضحايا حركة الاحتجاج التشرينية تشير منظمات إلى أن عدد الشهداء الكلي بلغ أكثر من ثمانمائة ناشط فيما بلغ عدد الجرح نحو عشرين ألف مصاب بينهم ثلاثة آلاف شخص أصيبوا بإعاقة جسدية من ناحية أخرى حذرت أوساط شعبية من خطورة تجاهل مطلب بمحاسبة قتلة المحتجين وكدين أن ذلك قد يؤجج الاحتقان الشعبي من الأداء الحكومي ما قد ينذر بتجدد موجات الاحتجاج وتلخصت مطالب الحراك الاحتجاجي الذي استمر على مدى أكثر من عام بضرورة أحداث التغيير الجذري في البنية السياسية العراقية من خلال إزالة الطبقة السياسية المتهمة بالفسادة للمزيد ينضم معنا الآن الناشط المدني أيوب الخزرجي أهلا بك أيوب إذن وقفة اليوم في ساحة التحرير ربما تأتي لمحاسبة القتلة واسترداد الحقوق هل يمكن لهذه الوقفة ربما الضغط على الحكومة من أجل تحقيق مطالبها خصوصا ربما هي جاءت في توقيت سياسي حرج بالبداية نسألنا بحضرتك وأستاذ محمد وكل المشاهدين هذه تعتبر الخطوة الأولى من عدة خطوات مقبلة للضغط على الحكومة للكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين والصحفين والكذلك ألبت بالمغيبين سواء من المتظاهرين في ثورة تشرين أو ما سبق ثورة تشرين نحن نتكلم هذه خطوة أولى نتحدث بها عن مغيبين ومختطفين وضحايا منذ العام 2003 إلى حد هذه اللحظة نحن نسعى من خلال هذه الخطوات القادمة للضغط على الحكومة لتوقيع اتفاقية روما لفقط العراق وأمريكا وإسرائيل الوحيدين اللي ما منضمين إلى هذه الاتفاقية اللي هي نعتبرها الباب الوحيد لمحاسبة قتلة المتظاهرين اللي أغلبهم الآن خارج العراق موجودين أو هم زعماء سياسيين وزعماء فصائل مسلح موجودين داخل العراق يحتمون تحت النظام الميليشياوي هذه من باب أن هذه الخطوة هي للضغط على الحكومة سواء الحالية أو المقبلة التي سوف تتشكل أنه يجب الكشف عن قتلة المتظاهرين نحن الآن أمام عامين كاملين من بداية التظاهر وسقوط أول شهيد في تظاهرات تشرين السلمية لحد هذه اللحظة لم يتم الكشف عن قتلة المتظاهرين أو جهات المتورطة التي ساهمت باختطاف أو بقنص المتظاهرين نحن الآن نبحث عن القناصين الذين كانوا متواجدين في بداية ساحات التظاهر نحن الآن نبحث عن الجهات الميليشياوية التي كانت تخطط في الناشطين وتهددهم وتغيبهم نحن الآن نتحدث عن العمل الحكومي الذي كان يستهدف رؤوس المتظاهرين بشهود عيان جدا كثيرة وفيديوهات وصور جدا كثيرة أمام المجتمع الدولي نحن نطالب أيضا المجتمع الدولي أن يقف مع أمها ساحة التحرير هذه الخطوة أمها ساحة التحرير هي مجرد خطوة أولى لعدة خطوات قد تشمل العراق بأكمله للمطالبة بالقصاص عن القتل الذي حدث عن ثقافة إنهاء الإفلات من العقابة الموجودة بالعراق أجمعا طيب أيوب بعد هذه الوقفة هل لديكم خيارات أخرى لإسترداد حقوق أهالي الشهداء وأيضا ربما محاسبة المتسببين بقتلهم هذه خطوة أولى لعدة خطوات لاحقة ممكن أن تأتي خلال الأيام القادمة وممكن خلال الأسابيع القادمة نحن نحاول بكل سلمية أن نضغط على الحكومة أن تكشفنا عن القتلة هذا الخيار الوحيد الذي موجود أمامنا كمواطنين في دولة من المفترض أن تخضع للقانون والدستور وأن تخضع لكل اتفاقيات حقوق الإنسان الموجودة بالعالم لا يوجد أمامنا حل غير أن نظاهر سلميا ونطالب المجتمع السواء العراقي السياسي المجتمعي أو المجتمع الدولي أن يقف معنا هذه الأمهات الثكالة اليوم التي كانت موجودة في كل ساحات التظاهرات التي خرجت اليوم أيضاً عندنا بعض التظاهرات خرجت في عدة دول أيضاً أمام السفارات العراقية لكن لحد هذه اللحظة نحن لا أمامنا غير الخيار السلمي وهذا الخيار الذي كفلت دستور وأنه بعد هو الذي نريد أن نوصله أن هذه الثقافة إنهاء الإفلات من العقاب يجب أن تنتهي تحت سطوة القانون يجب أن يكون جميع تحت القانون تحت طائلة القانون أنا من الممكن أن نقدم جداً دلائل جداً كثيرة لعدة منظمات دولية والمجتمع الدولي والبرلمان الأوروبي وحتى للحكومة العراقية والجهزة الأمنية بتورط رؤوس جداً كبيرة باستهداف وقتل المتظاهرين واختطافهم لكن لحد هذه اللحظة أغلبنا ما زال لحد هذه اللحظة نحن اللي عايشين مشردين ما قاعدين نقدر نرجح إلى مناطقنا أو محافظاتنا بسبب سياسة إنهاء الإفلات من العقاب يعني اليوم أنت حتى اللي مهددك اللي أنت تقدمين للدولة أو للسلك الأمني كل الاحتياجات كل المتطلبات إنه هي تثبت إنه أنت متهددة أيضاً الدولة ما قاعد يساعدنا يعني للأسف إنه الجهاز الأمني ما قاعد يساعدنا إنه أيضاً إحنا نسترد حقوقنا لكن هذا كله هي خطوة أولى لعدة خطوات لعدة تظاهرات لعدة وقفات ما نريدها إنه هي تصل إلى مرحلة الاعتصام لكن هناك ما يلوح بالأفق إنه إحنا من الممكن أيضاً نعود إلى مرحلة الاعتصام للكشف عن قتلة المتظاهرين وحقاق الحق على أقل تقدير إنصاف أمهات الشهداء إذن الناشط المزني أيوب الخزرج كنت معنا شكراً جزيلاً لك أيوب تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظم اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء بولندا ماتوش مورافيتسكي وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين العراق وبولندا ومناقشة السبل الكفيلة لرفع المعاناة عن العراقيين العالقين على الحدود البولندية وبالشكل الذي يؤمن وضعهم ويحفظ كرامتهم مع العمل على معالجة مشكلاتهم الكاظمي أوضح أيضاً وخلال الاتصال أن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي للعراق مؤكداً حرص الحكومة على استثمار العلاقات التاريخية مع الاتحاد من أجل مزيد من التعاون المشترك مستقبلاً من جانبه عرب رئيس الوزراء البولندي عن دعم بولندا لإجهود العراق وحكومته في تعزيز الاستقرار داخل العراق وعموم المنطقة ونبقى في ملف المهاجرين إذ نشرت لجنة حدود الدولة في بيلاروسيا مقطعاً مصوراً يظهر حرس الحدود الليتوانية مع كلب يعض رجلاً ملقى على الأرض في كيسينو من جانبه أوضح المتحدث باسم حرس الحدود الليتوانية إن الحرس لم يرى المهاجر مستلقياً بسبب المصابيح الكهربائية القوية التي استخدمها البيلاروسيين أو البيلاروسيون مشيراً إلى أن الحادث وقع عندما كانت مجموعة من المهاجرين على مسافة مترين داخل الأراضي الليتوانية وقد حاول حرس الحدود إعادتهم إلى بيلاروسيا وعشية بدء عودة العلاقين العلقين على الحدود البيلاروسية البولندية اعتقلت وزارة الدفاع البولندية قرابة مئة مهاجر على حدودها مع بيلاروسيا وفقاً لوسائل إعلام غربية وتشهد الحدود البيلاروسية مع دور الاتحاد الأوروبي وضعاً متوتراً بعد تجمع آلاف المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود إلى بولندا والدخول بعد ذلك إلى ألمانيا ومعظمهم من المواطنين العراقيين أثناء ذلك قال المتحدث باسم شرطة بودلاسي البولندية توماس كروبا إن مجموعة كبيرة من المهاجرين أقاموا معسكراً على الجانب البيلاروسي من الحدود متهماً السلطات البيلاروسية بتزويد المهاجرين هناك بقنابل صوتية لإلقائها على الشرطة البولندية بالقرب من معبر بيلاروسيا الحدود أقامت مجموعة من المهاجرين معسكراً الخيام مكشوفة وهناك حرائق مشتعلة وكانت السلطات البيلاروسية توزع لهم الطعام لذا نقول دون تردد أن السلطات البيلاروسية متورطة في توزيع القنابل الصوتية للمهاجرين لأنها ليست شيئاً يمكن شراءه من ناصية الشارع لابد أن شخصاً ما أعطاها لهم وحتماً إذا سقطت الحجارة على رؤوس رجال الشرطة البولندية سيكون الرد بخراطيم المياه وهذا ما حدث بالفعل هاجر قاصداً ألمانيا للعلاج فعاد إلى أرض الوطن في نعش مأساة جيلان ديلير الشاب العراقي الذي توفي بسبب سوء الأوضاع على الحدود البولندية البيلاروسية نتابع المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع في هذا التقرير بداية الحلم العلاج في ألمانيا ونهايته العودة في نعش هذه هي مأساة جيلان ديلير الذي يبلغ من العمر 25 سنة قصة شاب عراقي كردي ضمن ألاف القصص الغائبة عن الإعلام اتجه في رحلة طويلة قاصداً ألمانيا على أمل الحصول على علاج عاجزت عن توفيره مستشفيات العراق حيث كان يعاني من مرض السكر والتهاب في الحبل الشوكي وقبل أن يصل إلى المستشفى تحول حلم العافية إلى مأساة على الحدود البيلاروسية البولندية فشل جيلان ثلاث مرات في الحصول على تأشيرة ألمانيا لذلك قرر الهجرة عبر الحدود إليها للعلاج في أحد مستشفياتها ووافقت عائلته على هجرته برفقة أخته وزوجها لكن الحدود بين بيلاروسيا وبولندا تحولت إلى سجن لهم في ظل التجاذب بين البلدين والد جيلان يروي حكاية ومأساة ابنه ويؤكد أنه عانى بسبب كسر في قدمه في الغابات الممتدة على الحدود وتضاعفت معاناته بعد نفاذ زاده ودواء الإنسولين المخصص لمرض السكر المصاب فيه أيضا وعلى غرار الآلاف من المهاجرين على الحدود الذين ترفض بولندا المجاورة لبيلاروسيا استقبالهم تدهرت حالته الصحية لتقرر الشرطة الولندية نقله إلى المستشفى للعلاج قبل أن يتم طرده إلى الحدود من جديد وتوفي جيلان بعد يوم واحد من طرده إلى الحدود بسبب نقص الأنسولين ويقول والده إن جيلان لم يكن مسافرا وحده إذ كانت برفقته أخته التي تعاني أيضا من مراض السكر وقد كسرت قدمها أثناء الرحلة القاسية على الحدود وبرفقتها زوجها وابنهما البالغ من العمر خمس سنوات مضيفا أن ابنته موجودة الآن في العاصمة البلاروسية وتتلقى العلاج من مرضها فيما نقل جثمان ابنه جيلان إلى إقليم كردستان قصة وفاة جيلان تسلط الضوء على مأساة آلاف المهاجرين الذين على ما يبدو تحولوا إلى وقود لأزمة كبيرة بين بلاروسيا والاتحاد الأوروبي أقامت منظمة جمعية التحرير جلسة حوارية للتسليط الضوء على أهمية متحف الموصل حيث أكد مدير متحف الموصل زيدان سعد الله أن الأثار المفقودة والمدمرة لم يعرف عددها إلى اليوم بسبب الدمار الذي لحق بالمتحف من قبل داعش الإرهابي مجتمعنا اليوم بدعم من منظمة التحرير لمناقشة والخروج بآلية وتوصيات كيفية إعادة تفعيل هذه المتاحف من جديد وخلق وعي جمعي حقيقي لدى المجتمع الموصل بأهمية هذا التراث الإنساني الذي نجد فيه اهتمام كبير من كل المجتمعات المتحضرة اليوم هناك حقيقة عمل حقيقي لإعادة هذه المتاحف لم نعثر على أي بقايا لهذه القطع التي كانت العصابات تقوم بتحطيمها سوى جزء بسيط كل شيء والآن تقوم فريق مختص متحف اللوفر في باريس بالتعاون مع متحف الموصل الحضاري بعادة تأهيل وصيانة هذه القطع الأثرية هناك عملية تأهيل واسعة النطاق في مشروع كبير جدا يضم عدة أطراف أجنبية بالتعاون مع هذه العامة الآثار والتراث وبرعاية واحتضان وزارة الثقافة والسياحة والآثار لا يوجد هناك إحصائية أو لا نستطيع القول بأن هناك حول هذه الإحصائية كون القطع الأثرية المدمرة وسرقتها بقية القطع امتزجة بعملية التدمير وهذا ما لا يساعدنا على إثبات بعض هوية القطع ختام هذا الحصاد نذكركم بهم ما فيه الصدر يحدد شروط المشاركة في الحكومة ويدعو إلى تصفية الحجد من المسيئين وحل جميع الفصائل المسلحة استناداً إلى القانون القضاء يساند الكاظم وصالح في إطلاق مبادرة لحل الأزمة وتشكيل الحكومة بعد دقائق من كلمة الصدر الإطار التنسيقي اجتمع في منزل الحكيم مباحثات لتنظيم الموقف القادم من ساحة التحرير صرخات محاسبة القتل تصدح من أفواه أمهات شهداء تشهداء لن نسكت حتى استرداد الحقوق العراق يستأنف رحلات عودة العالقين في بيلاروسيا والكاظم يتواصل مع نظيره البولندي لإنهاء معاناة المهاجرين ألف الوجدات تيفي للمزيد من الأخبار كما يمكنكم متابعتنا وتواصل معنا على فيسبوك تويتر ويوتيوب شكراً لكم وإلى اللقاء شكراً لكم